موسيقى رجاءة لحضراتكم مرة تانية زي ما كنت بقول ان يا ما تم الافتراء على تاريخ المصري كلام كتير جدا يتقال واستدلوا ان الكرآن بيتكلم وبيذكر ان المصريين هم اللي عملوا وهم اللي عملوا وان فرعون ده مصري وان سيدنا موسى واخوه هارون لأ يا سيدي عندي باحث محترم استاذ عاطف هزت عملت شغل محترم وموسق اوي 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 باختصار بيقول ان المسألة دي بينهم وبعض وان المصريين ملهمش اي علاقة بالحكاية خالص وان ده قوم فرعون وربنا سبحانه وتعالى جرأوا والصحراوي وي 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 دول هم قوم موسى بينهم وبعض ولما حضراتكم تشوفوا القصة لما نزل وبعدين والدته واخته قالت له ارمي في اليم انخفت عليه فا ارمي في اليم وبعدين خدوه القصة كلها بتتكلم على قوم موسى ليه بقى نيجي نتازق ونقوله ان دول المصريين كلام كتير جدا جدا هنعرفه بالكتاب مش عايز احرقه اهلا وصام حيك شرفتين وصد عبد اهلا بحضراتكم اهلا ادي المشاهد فكرة باختصار حوالين الحكاية حكاية موسى طيب قوم موسى اخاذنا قوم موسى هو خلينا اقول لحضرتك ايه قصة معروفة المعتادة اه والفرق نفس القصة تقريبا بس الفرق اللي بيننا وبينهم ان هما بيقولوا ان الحكاية دي كلها اه حصلت في بلدنا هنا اه اللي هو بلد وادي النيل حنسميها لغاية دلوقتي وادي النيل اه وان كل انبياء بني اسرائيل جوم عندنا هنا اه دي عامة مشكلة عامة مشكلة وعنوان رئيسي كان لما كنا بنسألهم او هما كانوا دايما نقولوا ما ننفعش ناخدوا القرآن كمرجعية للتاريخ هما كان عندهم حق ليه لان لما كنا بنقرأ قصص بني اسرائيل باعتبر ان هي حاصف عندنا هنا وباعتبر ان على ارض الواقع لا نجد شيء يخص بني اسرائيل بس القرآن وصلتها فتا حنشوف حنشوف كيف تم توصل اوكي فاحنا عندنا دلوقتي هما بيقولوا خلاص بقت في مشكلة اه القرآن قال ان الكلام ده حصل في مصر صحيح اه واحنا بنقول صحيح هو حصل في مصر اه لكن اين مصر هالبلادنا دي هي البلاد اللي كان ربنا اطلق عليها مصر والطورة اطلقت عليها مصريم هالبلاد وادي نيل دي هي مصر ومصريم اللي حدثت فيها احداث بين اسرائيل هو ده محور الخلاف هو ده حيث بمعنى تاني تمام مرة تانية احنا فين البلاد دي كلها من اوار اخرى عرماء الاصار وعلماء التاريخ لم يجدوا اي اصر ميداني لا لابراهيم ولا الموسى ولا اليوسف ولا اليعقوب ولا لفرعون نفسه لا يوجد اي شيء البتة ما فرعون خلاص غرق لا ولا حتى اصر ما انا بقول لا ولا اي حكاية ولا اصر ولا اسقوصة ولا كتابة ولا كلمة ولا التمثال ولا نقش على حجر عايز قولي ايه ولا اي شيء يخص انبياء بين اسرائيل ولا حتى كلمة فرعون موجودة في اي قصر من قصرنا طيب لكن الكرآن بيقول انها حصل في مصر والطورة قالت انها حصل في مصرايم هنا بقى السؤال هل البلاد دي هي مصر الكرآن وهي مصرايم الطورة ولا حصل خلاف وان مصر ومصرايم مش هي البلد دي ده احنا هنبدأ نتكلم عليه ونوسقه الغريبة ان احنا بعد ما قرينا القرآن الكريم لانا القرآن بيقول حكاية بزبوطة بالزبط بدون اي نوع من الفجوات في الحكاية تماما حاحتل حضرتك يعني مثلا خلينا نبدأ في القرآن نفصل بين مصر ومصرايم انا هقول لحضرتك حاجة البلد دي في البداية خالص كان اسمها اي جب اي يعني ارض باللغاتنا القديمة وجب يعني الها الارض طب اسمها ارض الها الارض او ارض الاله طول عمرها اسمها اي جب وستندهش يا سيد سيد لما تعرف ان هي بكل لغات الكرة الارضية اسمها اي جب ومش تقطها يعني مش من جبسي يعني انا قريت ما قلت حضرتك لا مش الغجر العكس هو اللي حصل انا قريت ما قلت حضرتك حبعت لك لكن حنمشي في الكلام هي اصلا اسمها اي جب هتفاجأ انها بالانجليزي اي جبت وبفرنسا واجبت وبكل لغات العالمة اي جبت واجبتين واجبتون واجبتش وكل لغات الكرة الارضية وبالصيني اه 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 اجن وبكل وبالعربي بلاد القبط لها اي جبت لا يوجد مصر على وجه الاطلاق كل الكلام على اي جبت ومش تقطها بس الكرآن المصر تمام المصر والمصر اتفقنا اه اتفقنا حنيجي يبقى اذا احنا بلادنا ما اسمعش مصر اسمها اسمها لا انا الحد وقت لا اسمها مصر حماشي حنمشي خطو خطو حذكر حضرتك حاجة تتذكر طب اذا في المصر الاول مبدئيا حسب افترضنا انه هي موجودة في سيناء ربما يكون شمال سيناء ده كان اسمه مصر مقاطعة يا فانتم لما ربنا بيخاطم والدة موسى فقرميه في اليم حاضر اليم هنا النيل لانه لو رميته في البحر معلش لو رميته في البحر مش هينفع طيب علشان ما 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 نتنقلش بسرعة مين قال اليم هم النيل هم قالوا عشان هم عاجزين انا بتكلم على الكرآن لا الكرآن ما قالش اليم هم النيل اخر ما هم غير محضر ما هل يا نهر يا بحر بس كده شفت بقى لا كويس شفت الكرآن اليم والنحر في مواقع والبحر في مواقع اذا اليم حاجة من البحر اليم والبحر هم عشان عاجزوا عن التفسير فقالك اليم يمشي بحر ويمشي نحر وده خطأ ما ينفعش تعاستو ليه نرجع حاضر نرجع ليه كلامنا تاني انا هفكرك كل الانبياء بان اسرائيل نزروا مقاطعة مصر اللي هي بقى هنقول ان هي جزء من سيناء وليس بلاد جواد النيل تفتكر حضرتك لما سيدنا ابراهيم راح مصر تزوج مين تذكر حضرتك ملك مصر اداله هاجر صح فسيدنا بليم تزوج هاجر المصرية صح بعدها 2400 سنة سيدنا محمد تزوج مين مارية القبطية فرع بسرعة بين هاجر المصرية كانت من مصر ومارية القبطية التي من بلاد القبط سيدنا محمد دعت رسالة الى المقاوكس الى المقاوكس مكانش رسل مسيح نزل يا فندم مكانش فين مسيحية نزلت يا فندم ايام الاسلام ازاي المسيحية كان نزلت انا ما اتكلم على سيدنا ابراهيم لا لا ايوة مكانت ماشي هاجر المصرية من مصر المجلسة المحمد جاوز مارية القبطية ورسالة ايه من محمد عبد الله ورسوله الى المقاوكس عظيم مصر القبط لا عظيم القبط وبعث له مقاوكس عظيم القبط رسالة بيقول له برضو انا حبعث لك واحدة لها مقام في القبط عظيم اللي هي مارية القبطية خلي دي على جنب اذا احنا من البداية خالص في عندنا مصر وكان بيتعامل معها العالم كله على مصر وفي عندنا القبط او بلاد القبط او بلاد ايجبت اللي احنا فيها دي دلوقتي في حديث مشهور قوي عن النبي قال لهم ستفتحون ارضا يذكر فيها القيراط وفي كلام تاني وشعرهم جعد يعني مجعد يعني ايه يذكر فيها القيراط هل الوصف الوحيب بتاع بلدنا دي يذكر فيها القيراط كان قال لهم ستفتحون بلدا عزبت بوسى ستفتحون بلد فرعوض المتكبر ستفتحون بلد لم تستقبل بني اسرائيل لكن ما جابش كلام ستفتحون بلد يذكر فيها القيراط هي الحاجة الوحيدة لأنه لا موسى ولا إيمان نزل الأرض دي طيب نبدأ بقى حضرتك قررنا نحن نبدأ نقرأ قرآن من البداية خالص هنفترض دلوقتي إن الكتاب دوت اللي في إدينا كتاب قطع الثبوت طبعا خالي من وجود أي تنقضات في الأجزاء النص بتاعه محدد ثابت لا يحتاج إلى أي تاعة الأفصفية على قد معنيها بالضبط مش محتاجة لنحن نزودها ولا نقصها هنقضوا هنقضوا على وضعه تماما حسأل حضرتك سؤال ودي كانت البداية ربنا بيقول إيه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه اللي أبين لهم يعني إيه ولا مرة بعثنا رسول إلا بلسان قومه وبما أن موسى أرسل إلى فرعون إذا فرعون من قومه موسى من أولها آية واحدة نهت الموضوع كله وما أرسلنا بالرسول إلا بلسان قومه وما ولا مرة بعثنا رسول إلا بلسان قومه ليه قالوا ان احنا قوم موسى احنا مش قوم يبقى موسى مجناش موسى رحل قومه رحل فرعون وفرعون من قومه موسى حتى في القرآن بيقول الذي من قومه بالزبط كده ارسلك الرسول الى قومه واكتر من مرة واكتر من حاجة وليه النبي بيقول ايه ارسلك الرسول الى قومه خاصة معادة انا ارسلت علي بيه طب لما كل رسول ارسلك الرسول خاصة ليه قالوا ان موسى جنة ولي يوسف جنة هو راح لبني إسرائيل أو لقومه وكان ساعتها فيما خص قصة موسى كان أرسلها إلى الهكسوس اللي كان جزء منهم بني إسرائيل الفترة دي إنترى كنا في الأسرة تقريبا بدأ من الأسرة 15 و 16 16 و 17 دول كانوا قاعدين في سيناء سيدنا ورهين جاء في الأسرة 15 16 و 17 بقى يوسف و موسى وكانوا في سيناء ففي قلب سيناء أقصى حاجة وصولها أنبياء بني إسرائيل لهم لغير السيناء ورجعوا كانت هناك المنطقة اللي اسمها مصر ولم يأتي أي منهم إلى ودي النيل خلينا أقول لحضرتك حاجة افتكر كده حضرتك كده لما بنقرأ في القصص الدينية هللاقي سيدنا يوسف مين السيدة اللي أحبت سيدنا يوسف هو أحبها كان اسمها إيه زليخة هل زليخة ده اسم مصري احنا عرفت الاسم منين كنتوا بالتاريخ كلها قالت كان اسمها زليخة وزليخة إنما احنا عرفنا امرأة العزيز آه بس كان قاله اسمها زليخة حاضر حانيجي خاطوة خاطر آه ماشي ماشي كان قاله اسمها زليخة ماشي وقاله كمان قاله إن سيدنا وسلم جادوا رجل من أقصى مدينة يسعى كان الرجل ده اسمه إيه اسمه سمعان ابن إسحاق بعض التانيين قالوا لأ ده اسمه حسقيل ابن سبورة فسمعان وإسحاق وحسقيل وسبورة كلها أسماء منصول ببني إسرائيل بش كده سيادتك الأقدم كده وفي السيدين قال لك لأ وكان ابن عم فرعون وطالع ابن كسير قال لك لأ وكان إسرائيليا فواضح طيب تفتكر حضرتك زوجة فرعون دي كلها بشهورة بقى كان اسمها إيه آسيا آسيا والنبي إحنا مزاحم آسيا بنت مزاحم ده اسمه مصري عشان تبقى زوجة ملك بلادنا اسمها آسيا بنت مزاحم آسيا ومزاحم الغالة النهاردة اسمها يهودية منصول ببني إسرائيل بيتحكوا على مين مش عارفين حتى يزور التاريخ شوف حضرتك شوف حقرساتك كده بعض الآيات السريعة وقولي إحنا إزاي كنا عمي واحدة بلقراها فاصلا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا قد أخرج قومك من الظلمات إلى النور لموسى يخرج مين يخرج قومه هو من الظلمات إلى النور ولقد أخذنا ميساق بني إسرائيل وارسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لاتهوا أنفسهم فريقا كذبوا فريقا نقضلون بني إسرائيل الرسل دي مرسل البني إسرائيل ومش لنا إحنا إذ باعث فيهم رسولا حال دي كنت قلتها من شوية باعث فيهم رسول من أنفسهم سبحان الله شوف بقى ربنا بقى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنزل الناس منهم مش مننا إحنا لأن كل سور يرسل إلى قوم خاصة شوف بقى الغضب الفضيع بقى دا لربنا عملوا وفي غضب شديد يوجه المولى كلامه لبني إسرائيل وضربت عليهم الزل والمسكنة وبقوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بقية الله ويقتلون نبيين بغير حق على أي أساس خدنا الكلام دا كله وجهناه نفسنا بدل من قوله وجهه لبني إسرائيل لا موجهناش هو دوس دوس علينا لا وتمر التمرير وكلبك بغناك الله يدور عليك تمام كده بس عشان المشاهد ما يتوش مني عايز توصل من الكلام دا إيه تحديدا نقول النتيجة بقى أنا بس هكامل بيت نقولها عشان برضو نذكر ونكررها النتيجة النهائية إن لا أي من أنبياء بني إسرائيل ولا أي من بني إسرائيل أنفسهم لهم علاقة بالشعب المصري والشعب الإيجيبتي الإيجيبتي أبلاد ودينيل لم ينزلوا هذه البلد على الإطلاق كان كل معاعدهم وإعدتهم ودخلهم وخرجهم في ألف مدينة تسمى مصر في سيناء فقط لا غير ولم ينزلوا هذا البلد وأنا سأقول لحضرتك دلوقتي كتير من الآيات إلى حد دلل عن هذا الكلام